دولما الكويتية القديمة واللي نسميها البراغ هو البراغ تختلف طبعا في لفتها وبعد في حشوتها نبتدي بالحشوة عندي عيش بسمتي مغسول علي بصر مفروم وطماط مفروم ولحم مفروم يفضل يكون دهين وخضرة وإحنا نضيف النخي المجروش المسلوق والزبيب والبهارات كل المكونات راح أكتبها تحت وسكر وتمر هندي نخلط المكونات عدل مع ملعقة سمنة ونخليها على جن عندي البصل طبيعي نقصه بالنص ونخليه بماء مغلي 5 دقائق لما تتفتح الأوراق نصف حلقات بصل وقطع بطاط وتقدرون بعد أيضا اللحم تحطونا في قاعة الجدر شوفوا إحنا نلف الورقة العنم بهالطريقة طبعا أنا خذيت ورقتين صغار علشان حرامين قطون ونفس الطريقة تقدرون تسوونها بالورقة الكبيرة اللفس مثل الصرة يعني البكشة اللي ما يعرف هالطريقة يتسويها بفنجان نصفها بالجدر ونحفي أوراق البصل ونصفها فوق الورقة العنب ونحط تمر هندي وسكر وسمنة وماء بحيث الماء ما يتغطى السطح نغطيه بورقة العنب وثقل ونخليه على النار ساعتين لما نستويه هذا هو البراق